واعلموا أن فيكم رسول الله اللي هم مين اللي هم الصحابة هذه الآية تثبت إيمان الصحابة وثناء المولى عز وجل على الصحابة في ثلاثة أيها السلام عليكم عليكم السلام سن أم شيئ أهلاً وسهلاً بك تستطيع أن تجيبنا على السؤال اليتيم الذي عندنا منذ بداية البث والله يا رب تسكن أعرف السؤال السؤال عندنا رواة الشيعة زرارة تعرف زرارة؟ نعم زرارة خزينة أهل البيت لقب بخزينة أحاديث الآئمة خزينة أحاديث الآئمة جبر الجعفي اللي روى سبعين ألف رواية عن الإمام الباكر وهشام بن الحكم اللي روى رواة الكثير وغيرهم من رواة الشيعة لماذا لم يرووا القرآن عن الآئمة؟ هل الآئمة كان كل جلوسهم يتكلمون عن المتعة والخمس وسب المخالف والتطبير والأشياء اللي الشعب يفعلوه ولم يتكلموا عن القرآن قط؟ فلماذا الأئمة لم يروي هؤلاء عن الأئمة القرآن؟ فهل الأئمة كانوا يتكلمون فقط عن المتعة والرواية اللي نقلوها ألف وألف؟ ولم يقرؤوا القرآن أمام أصحابهم؟ حياك لا تفضل هذا السؤال ملرم ليش؟ لأن أنا هسا إذا جاوبت وقلت أنه ما يكن رواة عند الشيعة للقرآن انطعن بالدين الشيعة كله وإذا قلت ذول الرواة ما نقلوه يعني الأئمة جاهلة بالقرآن والرواة ما نقلوه معناها هاي الغوايات ما الشيعة كلها غلطة أحسنت فهذا السؤال ملغم والعمل الآن إيش نسوي؟ أنا عندي فكرة تفكر فيه مش مهمة تجي بس تفكر فيه إيش رأيك؟ انتمام نعم عندك أنت سؤالية؟ ولا نخلي الموضوع أنك تفكر في هذا؟ لأ أنا عندي أسئلة بس لو أجابتك عليها تتسنن؟ أكيد والله؟ والله العظيم حياك الله تفضل هاد أسئلتك بسم الله اللهم يسر يا الله نحتكم من القرآن الكريم طيب تفضل شرية الأحزاب غاية رقم 56 إن الذين عن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيش؟ نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذونه ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعذ لهم عذابا مهينة صحيح مسلم صفحة 750 ألخص عليك إن عمر قل عائشة أنت أذيت النبي صح؟ نعم نعم طيب لو أجبتك على هذا السؤال ووضحته لك واقتنعه نعم تتسنن؟ لو اقتنعت طيب اللي بيؤذي النبي نعم منافق ولا غير منافق؟ أكيد منافق والمنافق كافر ولا مسلم؟ كافر لا هذا التكفير صعب صعب لا أكافر فعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني بيتعذبوا أكثر من إبليس يعني بيتعذبوا أكثر من اليهودي والنصارة والمجوسي والمشركين في الدرك الأسفل من النار صح؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم انكات عائشة بتؤذيه؟ ومنافقة؟ هل يجوز إننا أقول نعم على منافق أنت رمز للإيمان؟ الله لا يستخدم التقية طبعا مدد دجاء للأمز للإيمان الله لا يستخدم التقية صح؟ أكيد طبعا ليش الله قال على عائشة وأزواج النبي رضي الله عنهن وأزواجه أمهاته؟ نعم هل لو منافق خلنا سهلها لك تاني أنت أبو من؟ أبو علي والنعم فيك يا أبو علي بس يا أبو علي والله أجمك على أيهاك دلوقتي زوجة نوح ولوت كافرة ولا لأ بالقرآن بدليل القرآن كافرة ولا لأ هل ينفع أقول زوجة نوح أم المؤمنين؟ لا هل ينفع أقول زوجة لوت أم المؤمنين؟ لا إذن يبقى رمز الإيمان إما الله سبحانه وتعالى قال على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فلا يجوز أن تكون منافقة أم للمؤمنين صح؟ ينفع كافرة تكون أم المؤمنين المنافقة؟ أيد الله عليك أحسن عندنا آية تانية بقى في سورة التحريم بالمناسبة هارجع للآية رقم 56 اللي أنت قرأتها وقلتلي عليها وهارجع وافصرها لك دلوقتي وانفصر الحديث أنا وإنت الآية رقم 5 من سورة التحريم كل أزواج النبي عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبِدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية حال النبي طلقهم؟ لم يطلقهم؟ أحسن لم يطلقهم طيب صح تعرف أن ربنا أمر النبي كمان أن يمسك عائشة؟ يعني يجعلها زوجة عنده ولا يطلقها؟ لو جبت لك دليل من القرآن أيضا أكيد موجود أكيد أنت ما تنطق عن شيئ ما متأكد منه الله يكرم بص يا حبيبي الله سبحانه وتعالى رضي عائشة زوجة لمحمد وأمر النبي أن يمسك عائشة وأزواجه قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد يعني ما ينفعش أنك تتزوج تاني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أنك تبدل بهن من أزواج تاخد واحدة وتطلق واحدة ولو أعجبك حسنهن اسمع بقى الآية تانية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وإن أعجبك حسنهن فالله أمره أن يمسك عائشة وزوجاته فلو كانت منفقة الله يقول لو عسر بو إن طلقكم لو طلقكم هيبدلوا أزواج خيرا منكم فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة أنه لم يطلقهم فهذه الخيرية موجودة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنكتة الثانية يأمره الله بعدم تطليقهم ولا أن يبدل بهن أحد حتى لو أعجبك حسنهن يا محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يطلقهم تب اسمعي الآية الرابعة دية يا أبو علي معاي يا أبو علي لا الله سبحانه وتعالى يقول يا أبو علي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إيش رأيك إن انت كيتن فلا تخضعنا بالقول فأتمع إلى آخر الآية إيش رأيك بل يا أبو علي السورة اللي انت جايبها ديك يا رب يكون جنبك المصحف هات الآية رقم 28 هذبت لك إن عائشة الله ماكو يا مصحف أنا هقرأ عليك الآية بس لو هتتلوها علي هتلوها عليك يا أبو علي وهذبت لك إن عائشة رضي الله عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطلقها وتاخد متاعها وتاخد كل شيء وتتزوج بمن هو أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لهم يا أبو علي الأموال وما شبه ذلك ويكون لهم الدنيا وما تعقونا فرفضنا وإن كنتنا تريدنا بقى هتعيشنا تجوع يوم وتشبع يوم تعد ثلاث أهلة لم يوقت في بيت النبي نار يعني ما فيش طعم بيتعمل عايشين على الماء والتمر وتصبرون على ذلك وتصبر عائشة إسماعيل آية الله سبحانه وتعالى يقول ماذا يا أيها النبي كل أزواجك كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يبقى ربنا خيرهم ما بين ثلاث حاجات الحياة الدنيا وزينتها وهيمتعهم صراحا جميلة ماشي؟ أو الله ورسوله والدار الآخرة ركز معايا الآية 28 و29 ركزوا معايا الآية 28 و29 ربنا خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلقوا وليوم الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا ويصروحوا صراحا جميلة أو يكون عندهم يريدنا الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هبقين لك أن عائشة كانت محسنة وحفصة الآن يا حبيبي دلوقتي الآية قل لأزواجك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم راحوا عملوا إيه يا أبو علي أنت زوجتك ممكن تطلب منك مال ولا لأ أي امرأة من الآخرة تقول لك أنا الآن الدخل الآن قليل أحتاج بعض المال هل هذا في شيء خطأ لا جم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا وقالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا منه التوسعة في النفقة طلبوا من النبي التوسعة في النفقة ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم توسعة فربنا خيرهم قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالينا إلي أمتعقن أي بما تتمتع به المطلقات أمتعقن وأطلقن طلاقا لا إدرار فيه ولا إذا وإلا الاختيار التاني وإن كنتن تريدن رضى الله ورضى رسولي وتريدن الجنة في الدار الآخرة والدار الآخرة أي الجنة وتريدن الجنة فاصبرن على حالكن على حالكن فإن الله أعد لمن أحسن من كن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيمة نجن وانت بقى نشوف هل طلقهم النبي ولا أمسكهم أمسكهم يبقى زوجات النبي رضينا بالله ربا رضينا بطاعة الله ورسوله ورضينا بالدار الآخرة اللي هي إيش يا أبو علي اللي هي الجنة ألا يدل هذا على تزكية لزوجات النبي واختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله ورسوله دليل على قوة إيمانهن هذا دليل على قوة إيمانهن أنت ليك بالله عليك يا أبو علي لو أنت قلت لزوجتك الآن أو أنا قلت لزوجتي أنا لو قلت لزوجتي الآن أنا هعط ثلاثة أهلة لا تأكلين إلا طمر أو ما هتصبر وقتنا هذا في ذاك الوقت أيوة في هذا الوقت مع الفتوحات والأطعمة والفطار غير الغداء غير العشاء غير ممكن أكيد 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 طبعا حسب كل وحدة حسب وضحة ما نجد عن نجزل يعني أنا أقول صعب لكن شوف زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا رضى الله ورسوله واختاروا الدر الأخيرة الجنة دليل على قوة الإيمان ثم الله سبحانه وتعالى يقول آيات كثيرة بقى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريمة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء شوفت هذه الآيات يا رب هذه صفات زوجة النبي نعم شيخ لو سمعت الحديث اللي بصحيح مسلم هرد على الحديث الآن ما أنا هرد عليه الأول أنا وصفت لك حال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اقتنعت بما قلته لك أنا اقتنعت لأنه هو من القرآن جميع هات الحديث نعم رقم الحديث لا ما تقولش رقم الحديث لأني أعتقد أن الحديث صحيح وأعرفه هات الحديث عشان نقرأ أنا وأنت مع بعض تفضل لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد عمر بن الخطاب فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه صح؟ نعم مش امرأة صح اعتزل النبي نساءه اللي هم جميعهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم إما طلبوا إيه بقى؟ نعم طلبوا شنا نعم طلبوا شنا نعم طلبوا توسع في النفقة توسع في النفقة نعم نعم يقول لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت الأعلمان ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر قد بلغ من شأنك أنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت له يا حفصة قد بلغ من شأنك أنك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث صح؟ نعم نعم زوجات النبي طلبوا توسعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماشي؟ نعم وإحنا بينا دلوقتي وربنا خيرهم بعد ذلك فعمر سمع ما يعرفش فيه إيه فسمع أن النبي اعتزل نساءه جميعهم فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الجميع فاعتزلهم حزين من نسائه نعم فعمر بدأ يمر على امرأة امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال للعائشة يا عائشة أنت أذيت النبي صلى الله عليه وسلم أعتلو عليك ببنتك يا عمر هو ما يعرفش إيه المشكلة فرح لبنته قال لها أنت أذيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاف النبي هو النبي لم يقل عائشة آذتني لم يقل حفصة آذتني لكن عمر بيذهب إلى أقرب الناس إليه كابنته وبنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين فريح يسألهم زي ما أنا قلت لك دلوقتي ممكن زوجتك تطلب منك مال يا أبو علي قلت لي آه تطلب منك زيادة في النفقة قلت لي آه وأنا قرأت عليك الآيات من شوية الآية رقم 28 و29 من سورة الأحزاب فالأذى اللي كان هنا ليس أذى النفاق لأن الذين يأذون الله ورسوله لعنهم الله وهفصرها لك برضو دلوقتي الآية دي فراح أمر رجل عنه يكلم الأولى والثانية على ذلك يعني يكلم عائشة وكلم حفصة وقالت لا والله ما أذينا يعني هما ما أذوا النبي صلى الله عليه وسلم نستمت من هذا الحديث عدة أدلة الدليل الأول أن عمر بن الخطاب رجل عنه كان يخاف على إذاء النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ صح النقطة الثانية أن عمر لا يدري ما هو السبب الذي اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه صح؟ صح النقطة الثالثة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومات فممكن يقع منهم بالخطأ ليسوا بمعصومات قبقية زوجات النبي يقع منهم ما يقع من البشرية كالغيرة مثلاً أو قطلب نفقة أو ما شبه ذلك صح؟ صح يبقى إذن عندنا نوعين من الإذاء وأجيب لك الدليل من القرآن الكريم الآن نوعين من الإذاء نعم الآية اللي أنت قرأتها عليها الآن من سورة الأحزاب قلت لي رقم كم؟ رقم 56 56 تعرف أن الآية رقم 55 تبين ذلك؟ نعم هي الآية رقم 57 نعم الآية اللي أنت قرأتها رقم 57 تعرف أن الآية رقم 53 في نفس السورة تبين ذلك؟ تبين أن في إذاء للنبي في إذاء للنبي زي إيابو علي صلى الله عليه وآله وسلم زي اللي يؤذي النبي دلوقتي ويتهم زوجته بالفاحشة اللي يطعم في القرآن اللي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول قرآن محرف اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب رسالة النبي دوت يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ المنافقين اللي حاولوا قتل النبي وأذاء النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء إن الذين يؤذون الله ورسوله قبل إذاءهم للنبي أذوا من؟ أذوا الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صح؟ نعم لكن في إذاء تاني بقى اللي هو الآية رقم 53 عايزين نقرأها مع بعض أنا وإنت يا أبو علي خلنا نقرأها عليك الآية رقم 53 من سورة الأحزاب نفسها الله سبحانه وتعالى قال نعم أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا انتبه ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم إيه معنى الكلام ده ودأه شنو معنى معنى الكلام دوة إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم إيه دوة صريح في إن من الأذى الذي وقع أذى خطأ غير متعمد أو غير متعمد من الصحابة على الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك إزاي يعني إيه معنى الكلام دوة الصحابة رضي الله عنه كانوا بيدخلوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكلوا ويجلسوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومستأنسين لحديث النبي يا أبو علي يعني فرحانين بحديث النبي ومستأنسين بالله عليك يا أبو علي إنت لو جلس أمامك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هتمل من الجلوس عنده مستحيل هتقوم وتترك النبي مستحيل ممكن تقوم وتترك النبي مثلا وتقول أنا عندي مشوار أو وجعان أو أي شيء مستحيل الصحابة عملوا ذلك اللي أنت بتقول مستحيل عملوا ذلك وهذا كان إذاء للنبي وهذا الإذاء الغير متعمد الصحابة مستأنسين لحديث النبي لا يريدون أن يقوموا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يريد أن يقوم بمهامه الخاصة كتفقد أزواجه كالجلوس مع زوجاته كفعل بعض أموره الخاصة فكان يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن من الصحابة فنزل الكرآن ليبين للصحابة أن هذا إذاء للنبي وهذا الإذاء الثاني اللي أنا قلت عليه لك اللي هو إذاء غير متعمد غير متعمد من الصحابة ولا يدخل في اللعن يا أبو علي يبقى عندنا إذاءين اثنين الإذاء المتعمد اللي هو يتسبب اللعن إذاء لله ولرسوله الطعن في القرآن وسب النبي والطعن في الإسلام كما يفعل المنافقين وهؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعاد لهم عدما أليمة والإذاء الثاني الإذاء الغير متعمد كهؤلاء الصحابة المستأنسين اللي لو أنت منهم قلت كنت هفعل كما فعل هؤلاء الصحابة كنت أكون مستأنس للجلوس مع الصحابة وهذا الإذاء الذي حدث من زوجات النبي إن كان حدث إذاء أنا متنزل بالقول عمر اللي هو غير متعمد لإذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل إن النبي أمسكهم والله أمره بعدم تطليقهم وضح لك السورة يا أبو علي يعني الآية اللي بصورة الأحزاب ما تعني لا على الصحابة ولا على زوجات ما شاء الله عليك يا أبو علي أحسن ما شاء الله عليك نعم تمام سؤال ثاني شيخ ولو راح أتعبك اليوم آخر سؤال يا أبو علي أنا عندي احتكام من القرآن فقط يعني بس حل الإشكاليات ما أنت فقط اتطد سؤالة الحجارات آية رقم سبعة إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم نعم وقره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أيها تفسير القرآن هنا شو راح يتفسر هل هو راح يتفسر على أساس اللغة العربية أقول لك تفسير الآية الواضح البين واعلموا أن فيكم رسول الله اللي هم مين اللي هم الصحابة هذه الآية تثبت إيمان الصحابة وثناء المولى عز وجل على الصحابة في ثلاث نقاط في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم أي من المشقة ولكن الله حبب إليكم الإيمان يبقى ربنا حبب للصحابة الإيمان اتنين وزينه في قلوبكم وزين الإيمان في قلوبهم مش تحبيب فقط وزينه في قلوبهم وقره إليهم هيجي واحد يقول لك لا بس الصحابة كفار وقره إليكم الكفر هيقول لك فصا والفسوق هيقول لك ولكن عصا والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثم أثنى على عقولهم فقال أولئك هم الراشدون تفسير الآية واضح في ثناء المولى سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه في هذه الآية أنا لك الأوان يا أبو علي واضح إنه ما شاء الله أنت رجل عاقل أنا الأوان إن شاء الله أنا الأوان أنا أخرج كالية إيش لما قضى منها زيد وطرا زوجناكها زيد منه زيد بن حارثة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك تعرف أن الآية دي تنسف معتقد الإمامة يا أبو علي والله الله سبحانه وتعالى يذكر زيد بن حارثة في مسألة فقهية في سورة الأحزاب لما أذكر يذكر زيد بن حارثة في مسألة فقهية مسألة تبني ومسألة طلاق ولا يذكر ولا يذكر الإمام علي وإمامة الأئمة الاثني عشر اللي هي أصل من أصول الدين بالله عليك لو في إمامة يذكر زيد بن حارثة في مسألة فقهية ولا يذكر ذلك لا يذكر الإمامة لو أقول إمامة أحسنت أحسنت يا أبو علي تعلن هدايتك ولو أنا أعلنها من أنا عمر سنتي أو أكثر العفو من أنا عمر خمس سنوات بس ما يكون مشكلة نعلنها ويا حضرتك ما شاء الله طيب يا أبو علي كل معايا يا أبو علي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن القرآن كلام الله غير محرف ولا مبدل وردي الله عن الصحابة وأزواج النبي جزاك الله خير يا أبو علي والحمد لله ذهبت الشبهات من قلبك حول أم المؤمنين عائشة وحول أزواج النبي وحول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه جزاك الله خير يا أبو علي والحمد لله الذي أذهب من قلبك هذه الشبهات وبإذن الله تبارك تعالى يستفيد الشيعة من هذه الحوارات ونسأل الله أن يهدي الشيعة وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد